وقفنا قبل الفاصل عند القائمة القائمة التي تعلقت على الباب وتم فيها الإعلان عن الأسماء التي تم اختيارها ودخل كابتن خطيب يسأل هي الناس هذه النجحت ولا الناس هذه اللي تروح فكان الرد من كابتن فتحي بدل اسمك ويسأل كده ليه لأنه مختبرتونيش يجل اختبار واحد وبعدين لقيت اسمي فهو يعني عايز يعرف ايه فقلت له انت انت اسمك ايه محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازي الخطيب ثلاثين عشر بعة وخمسين تريخ من ذلك المكتوب جنب الاسم أنا أطلب هو ده لبرة هم النجح طبعا السلة كرة السلة كرة الطايرة الهندبول المصارعة الملاكمة الجنباز السباحة كلهم مكتوبين كرة القدم مكتوب بس هو ده الاسم واحد بس يوميا هو النجح وديكت اول مرة يعني تشوف فيها محمود الخطيب اول مرة توقعت او شفت يعني في الموهبة دي انه ده واحد ممكن يبقى في يوم من الايام شفت ده من الاول خالص الجسم ده والجزء ده خلاص ده مهارة لعب ايه بعد كده عرفت ان وفنا دي النصر برضو مش في يعني من جوايا تمنيت يكون في النهر الاهلي لكن ما قدرش اننا يعني انا عايز حب هو اللي ييجي لانه كنا زمان بنهتم بالولاء وحب الفانيلا وحب المات والانتماء يعني مش اللي انا جاي جايبه لان انا المدارب بتاعه هناك فانا بضغط عليه فهو يحكز فهو يتطر يجي ايوه انا عايز تنبع منه يبقى هو عايز الرغبة تبقى عنده هو ايوه مش اللي انا عايز خلاص بس جوايا كتبها وبتكلمش فيها فلما جي قال لي هذا الكلام بعد مثل اربع خمس تشتر بقولها كابتن انا عايز اروح لنا للأهلي قلتوا ثم تروح لنا للأهلي بعد ما شفته لعيب كواس قوي وصعبان علان مش في القهل لما جيلك ابواها كابتن فتحي ما خده من ايده ودي قلتوا ثم تعرف تروح لنا للأهلي قلتوا ثم تروح لنا للأهلي حيختبروك هناك لو لو لووا كواس حيخدوك فعندك حد يوديك لنا للأهلي قال اه صحاب مش عارف مين كان عبزها تشاهدنا أننا رحلنا للأهل مع بعض. طورة بعد التمرين. فرأى على هناك. مين سيختبره؟ أنا. برضو. أنا عايز اختبار إيه؟ أنا أقول له. أنت عارف طبعا. أنا عايز هو يروح برجلين. يأخذ المبادرة بنفسه ويروح بنفسه. يبقى قراره هو. مش دلوقت إحنا عمالين بنجادل وبنفاصل. وده بيجري وراء ده. وده بيجري وراء ده. وده عايز ده. وده مش عايز ده. فالمهم فعلا جبناه وجيه الناد الآلي. جيه قلت له تفضل. ورحتم طلعه فنلا هاتي حنبقوله فنلا لأنا حجزها. نمر عشر. كراس حرب. ونمر عشر عليه. عشان أخواته العشر. فأنا درسته وحفظته. وبعدين جيه واتمرنه وبدأ في الناد الآلي بدأ حياته. عشان كده بقول تاريخ ميلاده 52 سنة أهلي. فنص القرن في الآلي. بس هو كده يعني. أنا مبارح كان يعني مشرفيني في الستوديو هنا. أستاذ جمال الزهيري وأستاذة سام شالتوت. والإثنين طبعا صحفيين وعصر وشافوا وعاشوا طبعا قصة كابتن محمود الخطيب من بداياتها. بس برضو اللي في الملعب واللي قرب قوي من كابتن الخطيب وشاف مراحل التطور بتاعته. يقدر ممكن يجواب على السؤال اللي أنا سألت له مبارحك. بس ألهم لو لو مواهبة محمود الخطيب موجودة في الزمن ده. ملاعب غير الملاعب اللي احنا شايفنا على الشاشة دي. كورة غير الكورة وأساليب تدريب غير أساليب التدريب. أساليب علاج كمان واستشفى مختلفة. ميديا وسوشال ميديا تفتكر المواهبة بحجم مواهبة الخطيب النهاردة. كانت ممكن تروح أو تصل لغاية فين؟ لا تروح لبقية الأول. لا يقل يعني في الناس باحد تقول لا أنت بتقفر مش بقفر. دي حقيقة دي مهارة لعب. أيه. إمكانيات لعب. الجسم بتاع اللاعب. ذكاء لاعب. شخصية لاعب. لا يقل عن كل نجوم العصر الحالي والسابق في الأجيال دي. ولما جاء منشن جلباق هنا يلعب. كانوا طالبين ورح يلعب هناك. كان منشن جلباق ألمانيا. من الفرق المكسرة الدنيا في الدولة الماجئة. كان منشن جلباق في التوئيد ده بطر ألمانيا. طبعا. هم كانوا عاوزينه. وما قدرش أنه يروح هناك يحترف. لكن الأجيال دي كلها مش هو بس. وهو مثلا خطيب. هتبصت على نفس القصة من الأجيال القديمة التي كانت لازم مهاراتهم عالية قوي. قوي قوي. فلتة يعتبر. نتمنى أنها تتكرر. وبعدين البناء آدم الوحيد في المنطقة العربية. الذي ليس له قبول. لو أحكي لك. أريد وقت البرنامج السادسة. طبعا. 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 أنا سأخبرني. أتكلم عن كابت الخطيب. أريد أن أتكلم عن خلقات وخلقات. لا. إحنا سنتكلم بقى شاهد على العصر بتاعه. على الأجيال. وعلاقاته بكل المنطقة العربية. يعني مثلا لا ننسى سلطان قبول. ابنه كان أياميها. كان سلطان هيسم. اللي هو دلوقتي حاكم أمان. سلطان هيسم. سلطان هيسم طلب مني. كان لسه ما كانش سلطان. وطلب مني عايز الخطيب ييجي في دورة رمضانية. هو عامل فرقة في الصلاة. بعد الخطيب ما اعتزل. حاجة يعني كل الناس يعني متيمة بإمكانيات هذا اللقاء. جمهور بيبو مش بس في مصر والبس الأهلي. وأنا ما عنديش شك إنه حتى الجماهير التانية. حتى الأندال اللي بتنفس الأهلي. يعني الناس اللي بتحب الكرة. لازم تعشق مواهبة محمود الخطيب وإمكانيات محمود الخطيب. وقدرات محمود الخطيب. قدرات الحقيقة يعني متعت أجال وأجال.